هاي افريون معاكم مشاي ماء مونير النهاردة احنا هنكمل ماكملن فور primary one unit two first here we have the title of the unit is a new room for امي غرفة جديدة ل امي تانشوف مع بعض new words or vocabulary اللي خاصة باليونت let's start and repeat after me okay bedroom bedroom table desk bed chair chair computer radio radio tv lamp train toys toys okay what else frog frog elephant elephant old the opposite of old is new love doll and ball okay this is new words if you're on it too طيب عندنا مرحلة تانية هنتكلم عن النونز والنونز الاسماء والاسماء بيندرك تحتها اشياء كتيرة جدا يعني ما اقول حد يعني ايه نونز يعني اسم ممكن يكون اسم اشخاص او اسماء اشياء او اسماء اماكن او حيوانات او طيور طيب لما قول نونز اشياء او الاسماء و الاشياء ادي زي ايه الاماكن وبرضو يندرك تحتها كل انواع الاماكن اللي احنا ممكن نزره يبقى دي تعريف النونز وهو الاسماء وبيندرك تحتها الاشياء او الحيوانات او الاماكن او الطيور او اسماء الاشخاص احمد علي مونة this is nouns طيب عندنا بعد كده ندنقل بقى للgrammar new structure هنتكلم النهاردة الفعل ما بين this is و these are اللي اتنين بيعبروا عن حاجات قريبة من المتكلم يعني انا مثلا لو فيه قلم قدامي هقول this is a pen اللي انا قريب مني بس كاف ايدي تقريبا فده قلم طيب this is بتكلم على singular بيبقى خاصة بشيء واحد فقط one for example this is a car this is an apple this is one chair this is a doll يبقى انا بتكلم عن مفرد قريبة مني بتكلم عنه لكن these are فهو جمع وقريب مني طيب these are cause خدوا بالكوا هنا احنا شلنا ال a لان ال a تعبر عن المفرد ما جا حولها الجمع بشيء لل a these are cars these are apples these are chairs these are dolls okay this is for singular one these are l-a l-gamma plural okay ده ببساطة جدا unit 2 for macmillan primary 1 يربا اكون ادروا توصل لبعض ما بشكل مبسط وسهل ليكو don't forget to like and share my video thanks so much and see you soon bye bye